بسم الله الرحمن الرحيم مقرأة جامع الملك خالد بن رياض الرؤية والرسالة إقراء مؤصل على طريقة السلف رحمهم الله لتخريج مجازين متقنين بالقراءات العشر الكبرى والصغرى مع تقديم برامج ودورات ودروس تأصيلية أسبوعية وموسمية لهم ولغيرهم من طلاب التجويد والقراءات داخل وخارج الرياض منهجية الإقراء الإقراء المباشر والإلكتروني على فترتين صباحية ومسائية وفق منهجية واضحة تعتمد إتقان الحفظ والأداء إتقاناً تاماً المدارسة والتعليم مع القراءة الإجازة لمن يستحقها بشروطها عند أئمة الإقراء الجمع بين ضبط الرواية وإحكام الدراية ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكماً وعلماً إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز المجازون يقارب عددهم الخمسين ما بين مجازين بالقراءات العشر والسبع أو المفردات وصار الكثيرون منهم مقرئين متصدرين في جوامع الرياض الكبرى ولله الحمد أهم المناشط الملتقيات القرآنية محاضرات تقام مرتين سنوياً في موضوعات تهم دارسي التجويد والقراءات ويستضاف لها مقرئون وأكاديميون متخصصون وقد أقيم أربعة عشر ملتقى حتى الآن الدروس العلمية الأسبوعية وتقام صبيحة كل سبت بقاعة مركز الملك خالد الإرشادي بالرياضة دروس مقامة حالية تطبيقات القراءات السبع من الشاطبية للشيخ المقرأ عدنان بن عبد الرحمن العرضي تطبيقات نحوية على الآج الرومية للأستاذ طاهر عباس خالد شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف الشريف للشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري شرح ناظمة الزهر في عد الآي للشيخ الدكتور بشير بن حسن الحميري الشرح الوجيز على المقدمة الجزارية للشيخ المقرأ عبد الحكيم برواش عشوب كتب ومنظومات تم شرحها كاملة متاحة على الإنترنت شرح متن الشاطبية في القراءات السبع سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين الإضاءة في أصول القراءة مختصر بلوغ الأمنية شرح إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية والكتب الثلاثة للعلامة علي بن محمد الضباع المقدمة الجزارية في التجويد وقد شرح الكتب الخمسة الشيخ المقرأ عدنان بن عبد الرحمن العرضي شيخ المقرأ منظومات مزمع شرحها مطلع العام الدراسي الجديد الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية ألفية بن مالك في النحو الأيام العلمية القرآنية دروس علمية مكثفة تمتد لعدة فترات في اليوم الواحد للتعليق على كتاب أو منظومة مختصرة وقد أقيمت ستة أيام قرآنية حضرها قرابة الألف وخمسمائة شخص من الرجال والنساء إضافة إلى المئات الذين يتابعون عبر الإنترنت الدورات التأصيلية المكثفة وهي دورات علمية منهجية تقدم في عدة أيام متتالية وبشكل مكثف من 15 إلى 20 ساعة في شرح كتاب كامل أو منظومة في التجويد والقراءات وقد أقيمت ثلاث دورات حتى الآن هي الدورات التجويدية التأصيلية الأولى والثانية في شرح كتاب التجويد المصور قدمها الشيخ الدكتور أيمن رشد سويد الدورة التدريبية في التطبيق على أصول الشاطبية قدمها الشيخ المقرئ عدنان بن عبد الرحمن العرضي الاستضافات العلمية استضافة بعض كبار المقرئين في العالم الإسلامي لإلقاء محاضرات ودروس علمية ودورات تأصيلية وإقامة مجالس إقراء لبعض طلاب ومشايخ القراءات ومجالس إسماع متون القراءات والتجويد ورسم الفواصل وجارن الإعداد لاستضافة أحد كبار المقرئين خلال العام 37 و400 ألف للهجرة إن شاء الله وسيعلن عنه في حينه لا بني ولكم من أن نشكر مقرأة الملك خالد في مسجد الملك خالد في الرياض التي احتضنتنا أنا وأنتم في هذه الأيام الأيام الثلاثة الماضية ومررنا من خلالها على نصف الثاني من هذا الكتاب مما يستحق الإشادة ويخص بالدعاء وبالغ الثناء ما تقوم به المقرأة المباركة مقرأة جامع الملك خالد بالرياض من جهد علمي ممدود وعطاء محمود في سبيل رسالة القرآن وإتقانه وتعليمه وتحصيل علومه مشاريعنا تتبنى مؤسسة الملك خالد الخيرية ممثلة في مقرأة الجامع مشروعا قرآنيا عالميا رائدا لتحقيق الأداء الصوتي لكثير من مسائل التجويد والقراءات من أفواه كبار المقرئين المتصدرين في العالم الإسلامي وقد أطلق عليه اتساق وسيصدر إن شاء الله في النصف الأول من عام ثمانية وثلاثين وأربعمائة والف للهجرة تحقيقات وبحوث علمية تصحيح متن اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم للإمام المتولي تنقيح وتصحيح أسانيد القراءات العشر بمشاركة مجموعة من خريجي المقرأة المجازين وهي متاحة لمن أراد الاستفادة منها تنقيح بحث ضوابط الإقراء عبر الإنترنت بحث أهمية ضبط المتون لدى القراء المتقدمين وأعلام القراء المعاصرين بحث أساليب الأخذ وطروق التعلم في المقارئ القرآنية مشروع اتساق أنموذجة أهم المشاركات تشرفت المقرأة بالمساهمة في إعداد طلاب المسابقات المحلية والدولية للمدنيين والعسكريين وقد حقق ولله الحمد نحو ثلاثين متسابقا مراكز متقدمة في فروعهم سألته من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون شاركت المقرأة في إعداد وتنفيذ مقرري التجويد وأصول القراءات بأكاديمية تفسير الإلكترونية قامت المقرأة بالتعاون مع مكتب الإشراف النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياضة بتقديم دورة في شرح أصول الشاطبية والدرة للمقرئات بالجمعية المشاركة في كثير من ورش العمل الخاصة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وإدارة تعليم الرياض وغيرهما طموحاتنا إنشاء معهد للتجويد والقراءات تنضوي تحته مقارئ عادية وإلكترونية ودراسات أكاديمية بشهادات معتمدة إضافة إلى تقديم الدورات العلمية في التجويد والقراءات وعلومهما تسجيل القراءات العشر الروايات العشرين جمعا وإفرادا بأصوات ندية بصورة احترافية وتحت إشراف لجان فنية وعلمية إنشاء أكاديمية إلكترونية للتجويد والقراءات يستفيد منها الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم إقامة مسابقات محلية ودولية في القراءات يسعدنا تواصلكم مع مناشط المقرأة عبر الوسائط التالية